هو ما كانش ليه حزوز في السينما يا سيد موحي يمكن أدواره لشديدة التأثير هي كانت درامية أو مصرحية زي ما حاجة بتتكلم ده صحيح ولكن في السينما ما كانش ليه نصيب كبير الحقيقة هو كان مؤمنا بالكلمة ولذلك كان أغلب أعماله كان مؤمنا بقيمة الكلمة إزاي إنها ممكن تحوي الثقافة والفن والترفيه فكان شغله شاغل المصرح والإذاعة والتلفزيون ولذلك هو خد جائزة الدولة التقديرية سنة 2015 جائزة الدولة التقديرية دي لا تؤتى إلا لشخص رفيع المستوى وأخذ عن مصرحية المحاكمة سنة 2014 جائزة أحسن ممثل خد سنة 2021 جائزة الأفضل في مجاله من مهرجان المصرح القومي وهو كان بالفعل الأفضل في مجاله كان الأفضل وكان حريص على أن تكون الكلمة المنطوقة في أي دور وفي أي عمل هو بيقوم به لها هدف الهدف هو الوعي زائد الترفيه يعني ما يبقاش الوعي بس بكلمة جمدة لا الوعي الذي يرفع عن الآخر عشان ما تكونش الثقافة جمدة ما تكونش الثقافة جمدة بالزبط كده ولذلك هو نجح في ذلك من بداياته الأولينية خالص في القاهرة والناس في دور سامي وكان برنامجا اجتماعيا وظهر فيه ظروف سياسية واجتماعية غاية في الحرج في سنة 68 وانتهاءا بدوره على المسرح سنة 2014 مع الأستاذ يحيى الفقراني في المال كلير كان بيقدم جلسر في دور من أروع ما يكون هو اللي خد عليه جيزة جيزة المسرح في ذلك الوقت جيزة أحسن المثل هذا الرجل لما تتبعتنا سرته وحياته وجدت أنه مكافحا يعني حتى لما كان بيقابل بعض من سميها الصغائر محيط يحيط به المحيط الفني يحدث به نوع من الصغائر أو نوع من التفاهات كان بيبتعد خطوة أو خطوتين حتى يحافظ على نفس المستوى اللي هو وصل إليه عند المستمع وعند المشاهد وعند من احترم فن بالتالي كمان يا أستاذ محيط غارس دا في ريهام عبدالغفور هي من الفنانات اللي يشار لها بالبنانة الحقيقة طبع يعني طول عمرها بتعمل أعمال محترمة زي والدها بالزبط ولكن هي تفوقت عليه في فكرة التنوع وأعتقد هي دي البيئة اللي يتربت فيها وهقول لها هدفتك اللي حاجة ترجمة نانسي قد تخيله